بطالتنا هي شيري بنت غنية ومتدلعة قوي باباها سفير ومعروف في البلد وعلشان كده نفسه هو وممتها تتخرج بقى من كليتها اللي طبعا هم المختارين مجالها وهو السياسة علشان تتخرج وتبقى سفيرة زيه اما هي فولة في دماغها الحوارات دي كلها الصراحة كل اللي بتحبه التصميمه بس خاصة الشنط واللبس وعلشان كده دايما مش بتحضر في كليتها وبتروح لكسم التصميم فطبعا احنا عارفين الغياب وسنينه وعلشان دايما كده متنشة الكلية الدكتور بتاعتها جابتها مكتبها وهددتها انها كده مش هتعرف تتخرج لو فضلت غيب كتير يعني فقعدت تتمسكن وتقول لها وانا ما قلت الكيش مش انا عملت عملية الزايدة وهي اللي تعباني كده يا دكتور فقالت لها زايدة ايه بنتي دي اللي في الشمال انتي بتستعبطيني فبصرع قعدت تعتذر لها انها مش بتحضر في الكسم بصراحة علشان بتشتغل على البراند بتاعتها فراحت مفاجئها الدكتور انها متابعها وبتشتري منها كمان فشاري فرحة قوي واستغلت حبها للبراند وقعدت تقول لها طب ايه رأيك تننجحيني مقابلة ديكي حاجات من عندي راحت الدكتور ايلالها انتي هابلة يا بنتي بترشيني كده عادي فعلى طول اعتذرت لها من تاني فلاقيتها الدكتور كل شوية تهبل في الكلام راحت ايلالها الحل وهي انها تعمل فيلم وصائقي عن شعب مملكة هون فكانت اول مرة تسمع عنهم اصلا فما وفقتش طبعا وبعدين فيلم ايه ده اللي تصوره راحت ايلالها انها شافت الفيلم الرهيب اللي عملته للبراند بتاعتها وانبهرت بيه فتعمل واحد كده عن الشعب ده وخلاص وحي مش عارفة هو ايه المبهر في الفيديو ده ده كاترت الكلية عندي لو شافوا الفيديو ده وعملت له موحد زيه هيتأكدوا اني منخرجش السنة دي المهم ما قلت لها هفكر وراحت بيتها وما بقتش عارفة تعمل ايه بس قراري التاني يوم تقول لأهله وخلاص فلقيتهم جايين يعرفوها قرارهم وانهم اخيرا هيسيبوها تقدم في قسم التصميم علشان تدرس فيه وكمان هيدعموا شغلها لسه هترتاح لقيتهم بيقولوا بس اهم حاجات اتخرجي الاول فقالت يا دينيلا كده لازم اعمل الفيلم علشان اخد راحتي وكالعادة راح التصيح عند صاحبتها فقالت لا طبنا يا بنتي سهلة انتي تدوري لك على حد من الشعب ده وصوري معه وخلاص فقالت لها يا فكرة جديدة جدا طب مانا يا بنتي بدور اهو فساعدتها وقالت لها عندنا في الكسم الودة اسمه في وملك جمال الجامعة سمعت انه من هناك ما تحاولي كده تكلميه فبكل براء قالت لها ماشي واديني بقى لي يا ستة يكلمه رحت مفاجئها انه شخصية مهمة وانه احلى ولد في الجامعة كلها والبنات بتقف في طوابير علشان بس تقابله فاستغربت قوي ده ايه الهم ده بس سمعت منها وراحت تاخد دور في الطابور وخلاص وبعد ما وفت طول اليوم نامت اصلا ولما صحوها لقت اليوم خلص خلاص وهتعرف تقابله بكرة وممكن اه وممكن لا فبقت كرها وكرها الجامعة كلها بس مجبرة بقى تيجي على نفسها علشان التخرج فقامت الصبح من بدري تروح للطابور بسرعة وعلشان جات بدري لقت نفسها رقم 299 ولازم علشان تدخله يبقى معها حاجة مميزة مفيش منها اللقية عوحدة في العالم ده كله فرجعت بيتها تدور وجابت كم حاجة كده تضحك عليه بيوم وخلاص ولما جيت دورها وجابت تدخله لقيت واحدة خرجة من عنده بتعيط ومقهورة علشان طردها فعرفت انها تحصلها قريب بس برضو دخلت ولفت نظرها قوي شكل القوضة جوة والحاجات اللي حطتها فيها دي وهو كمان فاجئها لما ظهر لها فجأة بس حاولت تعمل نفسها مش مهتمة يعني وبدأت بقى توريره الحاجات اللي جابتها فمشاء الله كلهم كان عنده منهم أصلا ففشلت في أول مهمة رحت اتنقلت لموضوعها الأساسي وهو الفيلم وطلبت منه يساعدها فساعتها تحمس شوية للفكرة بس ألاها يرد عليها بعد ما تعمل له خدمة والخدمة كانت انها تنظف له بيته كله فزي الجزمة قامت طبعا يكشن خلص وبعد ما خليها تلف حوالي نفسها طول اليوم مدلهاش التأكيد انه هيشتغل معها برضو وقام يتنك عليها كمان فبالغلط لما قام خبطته وقربه من بعض فساعتها افتقرته قليل الأدب وبيتحرش بيها ورحت ضربه براسها في وشه وماشية تركب عربيتها متعصبة فلاقيت دم ساعتها على وشها ومش منها لأ فعرفت انها عورته ورجعت بسرعة تلحقه لاقيت صاحبه بيعالجه أصلا فاعتزرت له وحاولت معامل تاني علشان يساعدها فساعتها وافق بس مقابل انها تسمع كلامه دايما واول حاجة لازم تعملها تغضل بيتها فخدته فعلا مش فهمة اصلا في ايه لقيته فجأة بيعرف نفسه لأهلها انه من شعبه هون وبيحب بنتهم وجاي يتقدم لها على تقاليد مملكته فبايت تقوله ايه دا انا يا ابني واهلها ما صدقوا وقعدوا لها انت حامل ولا ايه طب هتتجوزوا طيب وهي كل دا بتقولهم انها لسه عارفة النهاردة واتحايلت عليها علشان بس مشروع تخرجها فساعت عليه بصراحة ورح اقيلهم انه اضطر يعمل كده علشان تعترف لهم انها في مشكلة في الجامعة لكن هم مش مرتبطين ولا حاجة فسراحتوا معاهم دي خلتهم يطلبوا منه يساعدها في مشروعها ويخلي بالو منها كمان فبايت مده يا اوي ازاي وصقين في كده وتاني يوم بقى لما رحت للجامعة لقيت كل البنات منهارة بسببه علشان فجأة وقف المقابلات والتوابير اتلغت بسبب انه ارتبط وبيحب حبيبته خلاص فقالت يا طرى مين بقى فاتفجأت بيه بيشاور عليها من وسط البنات كلها وامرها اتمثل مع قصادهم انهم مرتبطين ولما اعتردت قال لها خلاص بقى سقاطي فاضطر التوافق وتلاكك لها وقتها انه بيعمل كده مش حبا فيها لا 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 ده علشان يستغلها ويبعد عنه البنات لكن هو في الحقيقة مهتم بيها اصلا واول معرف انها عايزة تقابله من الاول خالص قال لهم يدوروله على معلومات عنها بس طبعا هي متعرفش كل ده وعيش قدامها دور الواد الكارزمة والكارزمة كانت وغدا قوي لدرجة خلها بالغص بتيجي معاه يجروا بعد الجامعة ولما سألته لي يا ابني الفرهادة قال لها علشان البنات يا ستي ان شاء الله كده لما يلاقوك معايا يبعدوا عني شوية ففعلا لبست علشان تروح معاه ولقيت زي ما بيقول بنات كتير جدا وكلهم طبعا بصن لها بقرف فعصرت على نفسها لمونة وجريت معاه ولما خلصوا لقيت وجدعة وخدها وعرفها على المملكة بتاعته ودالها ورق مهم تنقل منه اللي عايزاه ففدلت شغال علي فعلا ولما خلصت اخيرا اقترح عليها يروحوا القرية كده فيها من شعب هون ناس كتير فرحبت طبعا بالفكرة وقالت له بس سيب عليها التحضيرات فنزل تاني يوم لقاها جايبة العربية دي كلها لسه بيسألها لي يا بنتي ما تكسي ونحل الموضوع لقاها ملياها شنط مفيش مكان يعودوا اصلا فطلعوا العربية مضطرين ووصلوا اخيرا للناس بعد معاناة واول ما وصلوا ورحبوا بيهم اوي ومن اهتمام في بيها افتكروا مرتبطين اصلا بس على طول قالت لهم ان ولا تعرفوا بس ما سدوا اهاش برضو فطنشت وبدأت تصور المكان مع الناس والاطفال كلها وبقى فرحان اوي بيها انها مهتمة كده بالموضوع مش بس بتعملوا علشان تنجح وخلاص ولما خلص اليوم اخيرا لقيتهم بيفجؤوها انها هتنام معاي في نفس القوضة فعلى طول دخلت نام قبله بس قلقت شوية وخرجت لبرة كده تشم هوا فلاقيت وايه في وقتها مع الرجل ده وبيتكلموا ان فيه ناس كتير ماتت بسببه فافتكرت فيه رجل عصابات ما تفهموش ازاي يعني بس ترعبت وتلعت تجري على القوضة من تاني وشوية ولقيته محصلها وفي ايده صندوق كده وسمعت ان هو السبب في موت الناس فاستنت شوية لحد ما ينام وقامت تحاول تفتحه بس طبعا ما عرفتش ومش بس كده ده كمان لقيته صحي فشغلته عن الصندوق وقالت له انها جعانة فقام يدور لها على حاجتها كلها وفضلوا يرغوا شوية عن مملكة هون ولما صحيه تاني يوم فتروا مع بقى الناس وادعوهم فرجعوا بقى على بيته من تاني وهم طالعين بيته بقى لحظة راجل غريب من رائبهم وقالت له فعلى طول اتوتر وقال لها تطنش فطنشت فعلا ومشيت معاه وبعدها بيوم وهي في الجامعة مع صحبتها اتفاجت بيبي يكلمها عايزها تجيله علشان تشجعه لانه هيلعب سلة لفريق الجامعة ضد جامعة تانية فولا هتمت طبعا لولا صحبتها فضلت تزن كعادتها يروحه وانه اكيد هيبقى فيه ولاد حلوين هناك فيلا بينا فاضطرت تسمع كلامها وروحت لابسة زي المشجعات وقعدت تشجع فريق جامعتها ومنهم هو طبعا فكان فاكر نفسه بيلعب لوحده تقريبا فامطنش فريقه على اخر وبيشتغل لوحده وده طبعا خسرهم فاول ماتشة علشان الفريق التاني استغل الحوار ده جامد فادقيت برضو ان جامعتها تخسر وراحت له بقى تقوله انه لازم يشترك مع الباقي في اللعب وما يبقاش اناني كده ففعلا راجع نفسه وبقى يلعب معاهم فقدروا وقتها يرجعوا من تاني ويتعادلوا وفي نص المباراة كده وهم فرحانين بالانجاز ده على الكلام علشان مش حاجة يعني يترهنوا عليها بس ولا اهتموا ليها اللي اتنين ورجوا يلعبوا والحمد لله فيه هو اللي كسب فرح اقول لها حتى لو ما كنتش كسبت محدش كان هيقرب لك لسه هتقوله اه مانا مش حاجة يعني وكده فلاقيته بيقول لها اصلك انتي بتاعتي فيا الرجل الشرق الغيور المهم احتفالا بقى بالكلام المناي اللي قاله ده قال لها عايز يعزمها على العشا ووقتها فكرها امتى اول مرة قابله ما كانتش لما جات تشوفه لأ كانت لما وزعت حاجات من البراند بتاعتها في سنة اولى على الطلبة ولما حاول يدور عليها وقتها معرفش يوصل لها لانها مش بتحضر خالص في الجامعة ده انا دي ولا ايه بيه لقاحوا علي المهم انه اعترفوا لها اخيرا انه معجب بيها من ساعت اصلا لما شافها فكريته الاول بيلعب بيها بس بعدين اتأثرت لما خلها تلمس قلبه علشان تحس بيه ففعلا صدقته ولسه هيحتفلوا بقى انهم سوا الجرزرن فخرجت تفتحها دي لقيت في وشها الراجل الغريب اللي كان بيرقبهم ومعنا الثانية كمان وهددوها فبسرعا دهت له هي خايفة فاتفاجئ لما شافهم لان كانت مامتو الملكة والاميرة كارينة معاهم فاتخدت لما سمعت الاسماء وتخدت اكتر وهم بيندهولوا كامير ففاهمت لما ركزت ان فيه هو امير هون اللي هرب من المملكة زمان بسبب الانقسامات اللي حصلت واللي كانت اصلا بتهدد حياته هو وكتير من التابعين ليه ومامته جاياله المراضي علشان تقنعه يرجع لان بابا تعب جدا واخته الاميرة عايزة تستولى على العرش مع ان ده حقه لانه الوريس وموقفه هيوة اكتر كمان لو اتجاوز الاميرة كارينة فرح رافض لانه بيحب شاري اللي كانت لحد دلوقتي مش مستوعبة كل اللي بيحصل ولما سألتها كارينة وهم سوا بتحبه ولا لأ قالت لها انها لسه عرفات فملاحقتش لأ لهم وسبوهم سوا فجري عليها وقتها يطمنها ويعتذر لها انه خب عليها حاجة مهمة زي دي بس هي تقبلت الموضوع علشان لو كان حكالها ما كانتش هتسدهه اصلا واخيرا بقى ساعتها فتح لها السندوقت وشوف اللي جواه طلعت تاج بتاعه شافته انبهرت فقعد بقى يحكي لها انه بيكرهه اصلا علشان الكل طمعون يلبسه وبسبب كده بتقوم حروب كبيرة جدا في بلده وناس كتير بتموت فهونت عليه انه ملوش زنب في كل ده وبقت عايزة تخلص المشروع بسرعة يمكن يساعده وفعلا جمعت كل صحابها علشان يكملوا معها المشروع واشتغلوا في المكتبة سوا وراحت الفضيحة بنتنا ايلالهم انه هو الامير فجات وقتها كارينة وعرفته من الموضوع سري فالاحسن ما يتكلموش فيه فندمت انها تكلمت بس طمنا وهو انه عادي يعني واصق في اللي هنا وبدأوا بقى شغل وفي نص اليوم كده وقفت مع كارينة لوحدهم واتكلموا عنه انهم فعلا هما الاتنين بيحبوه وبقت كل واحدة تحكي للتانية هي بتحب في ايه وفي الاخر يقولك البنات بيغيروا من بعض لا يا حبيبي البنات لبعضيها المهم لما رجعوا للباقي قالوا لها فيه مقابلة بايزة فعلى طول فكرت تصور معي هتلاقي احسن من الامير فيني يعني بس صاحبها قال لها هصوره لك انا واعملي انت حاجة تانية علشان نوفر وقت ففعلا عملوا كده وخلصوا اخيرا البحث والفيلم وسلمتهم للدكتور فالغبية طلعت كده اسم الدكتور غلط بس طبعا علشان المجهود ده كله ابلته عادي فاحتفلوا سوا بقى بالانجاز اللي عملوا ده كله وفتحها وقتها في حوار علاقتهم هتكمل ازاي ففاجئتوا انهم لازم يسيبوا بعض لان هي لسه عندها احلام وطموحات عايزة حقاها في دراستها وشغلها بعد التخرج اكيد وهو ما ينفعش يفضل هربان برضو من بلده فللأسف كده كان كلمها كله صح وسابوا بعض وقتها وحتى كانت نوية ما تروحش المطر اصلا لي لولا صاحبتها قعدت تقولها يا بنتي هتندمي وخدتها بالغصب علشان تودعوا بس كان مشي خلاص واول ما وصل لبلده لقى كارينة بتشكر في الشري قوي بنفسها لانها سابته علشان بلده فحيئ يعني بتحبه بجد وعيزة له الاحسن دايما فباز اعلن عليها ان نخسرها وهي برضو كانت ميتة من العياط لوحدها عليه وعدة بقى علحو وردة شهر كامل ما كانش تغير فيه حاجات كتير في الجامعة غير ان فيه ولد حاول يقرب لها ويدي لها وردة فعلى طول طبعا رفضته دي كانت من صاحبة امير يعني فساعتها قال لها ان الوردة مش عشانها لا ده علشان صاحبتها اللي كانت هتموت من الفرحة انه اخيرا حد عبارها وهي كمان فرحت لها قوي فلما شفها صاحبها كده متأثرة قال ينكد عليها اكتر ووريها الفيديو اللي صوروا الفيه بعد المقابلة لشان علاقتهم انتهيت اصلا وفجأة لقيت حد جنبها بيدي لها منديل فبتمسكه لقيته هو بنفسه طلع كل ده كان بيزبط اموره في المملكة ورجع لها من تاني زي ما وعدها في الفيديو ومش بس راجع يسلم كده وخلاص لقد ناوي يخدها البلده كمان فاستغربت اوي ام الكرينا ايه فقال لها انها تنزلت عن لقب الملكة ليها ومش هيتجاوزها خلاص والملكة مامته كمان بقت موافقة عليها ففرحة اوي بس ايه لقيت برضو علشان البراند بتاعتها فهلها يا ستي اذا كان كده هفتح لك مصنع ولا تزعلي نفسك اهو امير واتحدك كل العادات والتقاريد علشان يوصل لها مش زي ناس كده